من أول صورة 25 يناير وفيه جدل في الأوساط السياسية أو في أوساط حتى في الشارع المصري في دور الإعلام أكيد حضراتكم عارفين أنه كان فيه عدة مواقف فيها عدد كبير من السلبيات نقدر نقول على التلفزيون الحكومي أو نقدر نقول على تلفزيون الشعب أو تلفزيون الدولة كان فيه بعض أو كثير من الملاحظات طيب هل الفترة اليومين اللي فاتوا دول كان تغطية موضوع الانتخابات كان تغطى بشكل إيجابي أو مسلبي إيه اللي كان ناقص أو إيه الإيجابيات أو إيه السلبيات بجانب أي دولة في العالم بيبقى فيها عندها تلفزيون حكومي أو شعبي أو ما يسمى الخاص بهذه الدولة وفيه بعض الفضائيات المختلفة الخاصة إيه الفرق ما بينهم في تغطية حدث أو آخر هل كفاية أن أنا أقول إيجابيات فقط؟ هل كفاية أن أنا أقول سلبيات فقط؟ ولا أبقى في النص معايا ضيف النهاردة هو ضيف عزيز علينا جميعا كإعلاميين وهو الأستاذ ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي صباح خير فن أهلا وسهلا نهارك سعيد أهلا بك نهارك سعيد حضرتك تبعت تغطية التلفزيون الشعب أو البلد في تغطية الجزء الخاص بالانتخابات؟ آه بقدر ما أتحت لي الظروف أنا تبعت عدد كبير من القنوات الفضائية علشان أقدر أكون فكرة عامة أولا عشان أحصل على معلومات متكاملا تعرف أن التعدد بيعالج الأخطاء ومن ناحية تانية علشان كمان أتابع مستويات التغطية وأشوف إيه التطورات اللي طرقت عليها سواء كان تلفزيون عام أو تلفزيون خاص أكيد إحنا مش مختلفين في إن إحنا كان فيه عندنا بعض السلبيات بداية من 25 يناير ولا؟ لا ده كانت كوارس كان كوارس طيب إيه الإيجابيات اللي انت شفتها في تغطية الانتخابات؟ عايز تبدأ بالإيجابيات إيجابيات بشكل عام على تغطية الانتخابات المصرية 2011 هي أنه أكبر تغطية إعلامية لانتخابات تجرى في مصر منذ فجر التاريخ على الإطلاق أكبر وأوسع تغطية بمعاني متعددة أول معنى أكبر عدد من وسائل الإعلام التي انخرطت في تغطية حدث انتخابي في مصر هي التي غطت الانتخابات التي تجري مراحلها الآن عظيم هذا العدد لا يقتصر على جانب واحد من وسائل الإعلام نعم لكنه شامل وسائل الإعلام التقليدية أو القديمة مثل الصحافة المطبوعة والصحافة الإلكترونية والتلفزيون والراديو وأيضا ما يسمى به وسائل الإعلام الجديد وأيضا الوسائل السنوية داخل وسائل الإعلام الجديد ومنها مثلا رسائل هاتفية القصيرة أو ما شابه نعم كمان أوسع تغطية لجهة أهوية الأقنية التي جاءت لتغطي هذا الحدث بمعنى أنه من كل دول العالم المهمة تقريبا جاءت بعسات لجي تقوم بتغطية هذا الحدث كويس ثالثا أعمق تغطية بمعنى قدرة كبيرة على نشر المرسلين إحنا عملنا الانتخابات في تسع محافظات انتخابات المرحلة الأولى في تسع محافظات بتمثل عناصر ديمографية وجغرافية وسياسية واجتماعية مختلفة نعم يعني عندنا محافظات ساحلية عندنا محافظات في القناة عندنا محافظات شبه حدودية أو حدودية مثل البحر الأحمر عندنا محافظات تصنف نائية عندنا محافظات في الصعيد عندنا محافظات في الدلتة عندنا العاصمة ورغم كده تم نشر المراسلين بشكل عادل أو أقرب إلى العدالة وأصبح المواطن المصري قادر على أنه يعرف إيه اللي بيحصل في الفيوم زي اللي بيحصل في ضمياط قد اللي بيحصل في القاهرة وأتصور أنه ده عنصر جديد في عناصر التغطية في مصر العنصر الأهم من كل ده أنه إحنا بنجري أول انتخابات من نوعها في تاريخ مصر كلها ممكن أعدلك أربع تلاف سنة ما بتقولش أن أنا ببالغ بدون عنصر استقطاب سلطوي يعني أول مرة تجري الانتخابات بدون عمود سلطة بيحاول أنه هو يجمع أو يستقطب وسائل الإعلام المختلفة سواء خارجية أو داخلية بالترغيب أو بالترهيب من أجل أن يلزمها بطريقة معينة في الأداء عظيم وبالتالي ما فيش استقطاب معاكس يعني ما فيش استقطاب معاكس بيحاول أنه يناهض هذا الاستقطاب الأساسي فهذه تجربة إعلامية غاية في النظرة في تاريخ مصر على ما أذكر وحسب ما أستعرض لم تكن مصر بلا سلطة قائمة مكتملة الأركان وتجري فيها عملية انتخابية بهذا الشكل ولذلك مش هقدر قوي أمدح في نسبة الحيادة اللي زادت نعم أو نسبة التوازن اللي زادت لأنه هقولك بعد كده أنه نسب التوازن زادت بس هقول للجمهور اللي بيشوفنا دلوقتي آه إحنا هقايا نتقدم قابل للقياس بس خلي بالك استنى لما تنشأ سلطة نعم وشوف بعد كده هيحصل إيه هيحصل إيه طيب دي الإيجابيات نعم مجموعة من الإيجابيات مجموعة من الإيجابيات نعم أو أهمها طيب إيه السلبيات اللي أنت شفتها آه شوف آه أول سلبية أنا أزعجتني جدا نعم أنه أنا لفت كتير في الانتخابات يعني فضلا أن أنا رحت مرتين للمقر الانتخابي علشان أنتخب مرة وفشلت ومرة نجحت كويس لفت كتير وسمعت كتير وتقصيت كتير نعم كمان اتكلمت كتير مع زملاء وأصدقاء وأقارب ومعارف نعم كمان بحكم وجودي في المجال العام أو اشتغالي في العام العام فكان فرصة أكبر في الاحتكاك لقيت آه جمهور كتير من الجمهور المصري اللي مصر وعايز ونفسه يروح ينتخب مش عارف المرشحين اللي في دايرته نعم ولا عارف الطيرات السياسية المتنفسة مم ولا عارف مرجعياتها الايدولوجية مم وجزء كبير يعني جزء لا يستهام به في الواقع مم من الجمهور اللي أنا بقولك أنه هو فقد الرؤية بالنسبة للانتخابات أو مين هينتخبه أو ما شابه جزء كبير منهم من المتعلمين تعليما جيد نعم يعني مش بس من أنصاف المتعلمين أو غير المتعلمين مم وده في الواقع خلل خطير جدا مم طبعا أنا ما أقدرش أحمل كل المسئولية لإعلام نعم أنا بحمل المسئولية لمراص عميق جدا في الحياة السياسية المصرية مم على مدى عقود يمكن ستة عقود أخيرة مم لم يقتنع المصريون بأهمية العملية الانتخابية بحكم أنهم عارفين أنه في حد بيصوط لهم يعني ده صحيح آه أو بيأخذ بيؤدي برأيه نيابة عنهم أو لأنهم فقدين الرغبة في أنهم يشاركوا في مسألة لا تتسب بالنزاهة كويس وربما لأنهم مش بيعرفوا سياسة كويس وسيبين السياسة خالص فهذا المراس ساهم في هذه المسألة تمام أيضا ساهم في هذه المسألة ضعف الحياة الحزبية المصرية ونقوص أو تراجع الأطراف السياسية التي تتفاعل في المشهد السياسي المصري عن الاتصال بالجماهير نعم يعني كان في حالة كسل في حالة عدم تواصل الناس اللي بيمثلوا الطيرات الليبرالية واليسارية والشيوعية واليسار القومي والقوميين والأحزاب بخصص الثورة للأسف ركزت كل همها في العمل على الماكرو على المستوى العام وما نزلتش للمستوى إيه؟ تفصيلي فكانت النتيجة أنهم أصبحوا بيقدوا أداء جيد جدا في الفضائيات في المنتديات في مقار الأحزاب في الميدان ميدان التحرير لكن الشارع ليه تكتيج تاني وليه طريقة تانية في التعامل في المقابل كانت الاتجاهات اللي هي ذات إسناد ديني للأسف اللي بتخلط مسألة السياسة بالدين هي الأكتر انتشارا وأكتر خبرة بنشكرهم وبنمدحهم وبنقيدهم لأنهم متصلين بالناس ولأنهم أكثر خبرة مع الناس بس بناخد عليهم أن هم أحيانا يخلطوا الدين بالسياسة ونرجو أن هم يحافظوا على الاتجاه الإيجابي اللي عندهم اللي هو التواصل مع الناس وخدمة الناس وتعارف إلعارهم وينحهم شوية موضوع خلق الدين بالسياسة لأنه ممكن يزعجنا قوي ممكن برضو إذا سمحت لي أن أنا أضيف كمان أن إحنا كوقت ممكن أن إحنا كنا نعرف أو نعلم شعبنا أكتر بالناس اللي المفروض تنتخل الأهم من ده أنه كان فيه تقصير في الوقت برضو عايزي نوصل الإعلام بقى إحنا عرفنا أنه فيه سبب ميراث سياسي تمام من عدم الثقة وبعدين السبب تاني نقوص أو تراجع الأحزاب عن العمل الجماهيري وأنه يتعرف القواعد الشعبية بنفسها وصلنا إلى اللي أنت بتقول عليه اللي هو الإعلام بقى نعم الإعلام لم يقم بدوره بشكل جيد في بلورة جوهر التنافس في العملية الانتخابية وفي انتخاب الكتل أو الأحزاب أو الطيرات السياسية الرئيسية والمرشحين أصحاب الحزوز الحقيقية وتعريف الجمهور بهم بدون دعاية وترويج ولكن على قاعدة تتعلق ببلورة أراء الجمهور وتقطير معرفة الجمهور وخلق جسر للتواصل بين هؤلاء المرشحين وبين الجمهور المفروض ينتخبهم ده أحد أهم الاعتوارات التي اعترت طريقة التي تعطى بها الإعلام المصري عام وخاص رغم أن العام قدى مئات الساعات للمرشحين لكننا ممكن نتكلم عنه بعد كده لكن في الآخر الناخب كان يذهب إلى اللجنة ولا يعلم من يتنافس وبرضه في سبب تاني أنا عن نفسي شخصيا هو على الهواء بقول أنه من كتر أسامي الناس اللي دخلها الأول مرة ومعرفش عنهم حاجة فابتديت مشوش وخصوصا في الفادي طبعا وخصوصا في المتنافسة على مقعد واحد طيب لا وطبعا وطبعا والطيارات والقطة التي شكلت حديثا والتي لم يرسخ اسمها في أزهان الناس أنا معاك في كل ده بس ده كان يطلب من الإعلام دور مضاعف طيب لو خرجنا من الانتخابات وخلينا نتكلم بقى على الإعلام بشكل عام إمتى أقول أنه الإعلام ده ماشي صح أو إمتى أقول أن الإعلام ده في أي حدث أي أن كان الحدث خلينا نقول الحدث ممكن يكون حاجة قوية لأي بلد في الدنيا إيه الفرق ما بين القنوات الخاصة وما بين القنوات التابعة لهذه الدولة نعم شوف هو أول شيء أنت سؤالك فيه شقين أنا هجاوب على الشق الأول الأول أنت بتقول إمتى أشعر أنه المنظومة الإعلامية تكون بتأدي أدوارها بكفاءة في دولة معينة وأشعر أنه هي ملها إيجابية بدون أعطي كلامك وخصوصا أنه نحن بنشوف في بعض الدول في العالم كله ديمقراطية وأكبر دول في العالم ديمقراطية في بعض الأحيان برضو بيبقى عندهم هاجس أنك أنت ممكن توصل الأحداث اللي بتحصل في الشارع زي ما هي أو بالحدث زي ما هو بعض الأحيان برضو بيضطر أنه هما يحجبوا الإعلام بسبب أو أخر يعني أصدق أنه أنه مش كل المنظومات الإعلامية في العالم يعني مثلا